اشتركوا في القناة لك أن تصلي بالإيمان تقرأ الفاتحة سرًا الركوع هكذا سجون هكذا في أي ضر تحت التعذيب لا سمح الله لو صليت لقتلت لك أن تصلي بالإيمان الفرض الوحيد الذي لا يسقط بحاله الصلاة لأن الصلاة عباد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين أخوانا الكرام الإنسان فقير في أصل تركينه والدليل وخلق الإنسان مع عيفا والإنسان جاهل في أصل تركينه والإنسان جبان ما الذي يحصل هذا المخلوق الفقير إن اتصل بالغني يغتني بغنى الله عند المؤمن عزة وكرامة تفوق حد الخيال هذا الفقير الضعيف إن اتصل بالله يسعد بالله المؤمن ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني بيكون وضع المادة سيئة جدا بغرفة واحدة ساكن جنة ويساكن أفخر بناء بالأرض قد يكون في جحيم إذا الله أسعد إنسان يسعده بأصعب الظرف سيدنا إبراهيم وهو في النار كلم على الله سيدنا يونس وهو في بطن الحوت كلم على الله فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم دقيق الآن هذه قصة قلبت إلى قانون وكذلك ننجي المؤمنين يعني فيه مصيبة أكبر أكبر من أن تجد نفسك فجأة في فم حوت الحوت مئة وخمسين طون خمسين طون لحمل خمسين طون عظم خمسين طون بأل تسعين برميل زيت يقف في فم الحوت عشرين شخص واقفا في أمال أعطاك الله أصعب حاله فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر